السلام عليكم اليوم نروحون للمشروع منفذ منتع مدينة بيجاية بتيجاية طريق سيار شرق غرب واللي نقفو على مدى تقدم الاشغال في هذا المشروع حيث انه فيه الزوج مقاطع مزات الاشغال بها المقطع الاول يقع ما بين النقطة الكيلومترية 32 والنقطة الكيلومترية 42 اي حوالي 10 كيلومترات لراهي فيها صعوبات يعني في الانجاز والنقطة الثانية تقع على مستوى مدخل مدينة بيجاية ولكذلك تعرف يعني بعض الصعوبات بسبب بعض التضاريس وكذلك بعض الاراضي التي ما زالت يعني تحل مشاكلها لان فيه عملية يعني تعويضات انتع بعض الملاك اللي جايين على الرواق انتع طريق هذا ما زال ما تعودوش اذا هذه الزوج مقاطع اللي فيها اشغال حاليا واللي هذه الاشغال يعني بصفة عامة تقرب حوالي 75 الى 80 في المئة من يعني لتو دفنسمون تعالي الاشغال وكذلك فيه اشغال على مستوى الانفاق سوف نشاهدها لاحقا في الفيديو لاشغال انتع التجهيزات لان الانفاق انتهت يعني العملية التعبناء يعني تعالي الهندسة المدنية انتهت الان رايب فيه زوج عمليات عمليات تعتزفية الارضية الوطابي يعني الارضية والعملية التانية هي وضع التجهيزات انتع السلامة والتجهيزات انتع التهوية على الانفاق اللي اه اه عندنا يعني زوج انفاق بطول الف و800 متر على مستوى سيد يعيش اذا اذا هما زوج اه عمليات لاحقة الانشاء على مستوى الانفاق كذا وعلى مستوى الطريق السيار يعني في الجزئين اللي تكلمت عليهم واللي الان هذا الزوج نقاط يعني العملية راح يوصل يعني في النسبة للانفاق العملية وصلت الى تسعين في المئة عملية تجهيزات مراهن ماشية بطريقة طبيعية لكن على مستوى كما قلنا طريق السيار الاجزاء هذا الزوج يعني على مستوى المدينة بجاية او على مستوى النقطة الكيلومترية 32 و42 ما زال فيها بعض الاشغال ولكن نتفاء الخير لان المشروع كاكل راح تدخل في المرحلة يعني النهاية تعالى في نسيان ديالو وان شاء الله تكتمل الاشغال في قلب الاعجال والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة